السلام عليكم اهلا ومحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمري والطالع لا تنسوا انها قراءات عامة ومعامة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او قليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمري والطالع غاد نشوف القراءة وغاد نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حد سعيد حد سعيد حد سعيد يا رب الحبيب ولا اتمنى لكم حد سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب اتمنى لكم حد سعيد لنبدأ بسم الله هذه غادي نخليوها مدامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خليوها هنا يعني عزيزي برج الحود اه في هذا الشهر انا ارى كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي انا اغجون اكسترا وخا اه هو اه يعني هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا بنواصل هادي احتى هي تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم نعم طاقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم اه يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان لبعض منكم يعني اه تخلى عن الحلويات والنشوية والمعجنات بغي تضعفه مزيان 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 اذا لما را ما هي طاقة المرتبطين فهادي بغت تحضر عزيزتي بنسبة للمرتبطين انا ارى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن اززوج عن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت يراك انت بحل انسان مقدس يراك يعني انت انسان يعني في في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يراك نفسه يعني بحللة انت جالسة في العرش وهو قدام رجلك هنتوني يعني هو يحس بعدم الثقة ويحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخة وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخة يعني البعض منكم انا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم اه لديكم علاقة اه في السر يعني تعيشونة يعني علاقة في السر بالضبع هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن اه البعض منكم بنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم اه علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجال والنساء دائما ما تنسوجوا وانا قراءاتي معممة كانت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل وخة لنوصل نحن مازلنا مع المرتبطين اه قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك الشكل لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم الثقة والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعات المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وانت تحتاج تحتاجوا اه تحتاجوا لان يعني لان يوضحها لك يعني ممصر هذه العلاقة يعني عييت عييت انتيا وماذا سيفعل بالطرف الاخر واخر والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية واخر بالنسبة للمرتبطين والان سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب انا يعني انا بالنسبة العزب هاتي بغاد تهضر نخلوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان مطلقون والارامل كذلك انا يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي واخر يعني بالنسبة لي العزب هم من ليست لديهم علاقة كان مطلقون او او ارامل كانوا ارامل او كانوا يعني ما تزوجوش في حياتهم فهمتون يا واخر اذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب اه طب نخليوني نركز شوية عزيزي اه العزب كنت مطلقا او 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 كنت ارمالة او عازبة او عازب انا اتكلم على الرجل والنساء من جديد كنشوف كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك ابدا لم يخطر على بالك ابدا انه سيظهر في حياتك هذا الانسان واخر ويريد يعني بداية معك يريد بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان سيرفضون لكن اه هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الان لا هذا الانسان سيعود ويعني ويريد بداية معك والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفو ان لم تكن يعني تجمعوكم يعني ما كان عندك محتش حجم اهد الانسان لكن كتعرفو من الماضي ولم تجمعوكم اي علاقة ويريد الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب اه ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريد بداية معك لكن ارى ان يعني انتم ربما سترفضون هذا الانسان فهذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان سترفض هذا الانسان لا ادري لماذا لكن انت يعني ارى ان طاقتك هي الكبرية و لا تريد حتى رؤية هذا الانسان مهم شرحه لانتوما لاني يجب ان اتابع القراءة وخة لكن هذا الانسان يريد ان يبالك حب وانت لا تريد حتى رؤيته حتى وان كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزاب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لانتوما التعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم لا افهم لكن هذا ما يقوله هذا الانسان معجب يعود من البعض لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدون هذا الشخص لا تريدون هذا الشخص مهم والان لنرى ما هي انتقد المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين واخا بالنسبة للمنفصلين عزيزتي انت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني انت طاقتك هي تعول ارهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تنفس لا يمكنك حتى التنفس وانت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني ان تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وأرى يعني خزن وبكاء يعني كي تسب الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك احد نعم وتعاني في صمت حبيبي او حبيبتي تعاني بزت في صمت اتذكر اني لم انسيت ما قلت الطاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية وخا طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك او سرطان وهوائية دلو ميزان وجوزاء وخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا ان طاقتك بالنسبة نحن دبماها المنفصلين طاقتك هي الحزن كتبكي بزاف يعني عييت بزاف عييت عيتي وتعاني في صمت تعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر لا تخبره احدا يعني تتخبيها غير غير الرازق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الالم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر يعني تفكره بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه انت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وكت تفكر في نفسك قليلا لانك يعني انت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان يعني سبا نغمال هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم انت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى اي نتائج لم ترى اي نتائج اه يعني ايجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم انت عيشت ظلم وات يعني هذا التفكير في هذا الحبيب الليلة نهار طرح انه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش نقوله يعني نزف نزف مهم ما تديروش عليا ما تتحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة لكن ما تقدرش احد تنفس بسبب هذا الالم والان بدأت انت تركز تركز يعني انت تتصرفت بحل مجنون انت يعني الكفاح من اجل هذا الحبيب والاسرار والاسرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلكها تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية يعني كارت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الالم وهذه المشاعر التي يعني ما كتبديك حتى لشي براسة فقط للبكاء والحذن وخا انا كنتتأثر بزاف لاني احس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف وخا اذا لنظر الان ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة نعم انت الان ستتحرك لكن بطريقة اخرى اداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الامل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الاناني نعم ده بنشرح لكم انت طاقتك الان هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء انت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة اخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كارت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم انت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لانك يعني اختفاءك وابتعادك يعني كي ينزل المعنويات دياله يعني هذه انانية العاشق من جديد نعم لماذا لانه هو دائما واثق انك هناك دائما يفعل ما يشاء يذهب ويعود لانه يعرف انك دائما تنتظره مثل كما اقول دائما مثل الماء البئر يعني هو عندما كيعطش عندما يعطش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب والان انت صرت اه مثل النهر يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان اخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا الله صبح الله العظيم شوفوا يعني انا اقشعر يعني شوفوا ش غادي يدير الحركة غادي يجيب حالحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل اكيد لماذا لانه يتألم ذكرت المشاعر والمعنى هو يتدياله لانك لست هناك ماذا سيفعل العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقت مائية مائية وكذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر